متابعينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى بقناتكم قناة المهاجر كما العادة مع سوفيان المرزوقي بآخر الأخبار وآخر المستجدد لكاتروج من حولنا في آخر 24 ساعة أول شيء جمعة مباركة للجميع ونبدأوا على بركة الله بأهم العنوين دي الأخبار اللي اختارين لكم في هذه الحلقة نبدأوا بالحلقات ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية السحراء ووحد النقطة اللي وصلنا لها أخيرا وصلت لها المملكة المغربية كانت فيها رسائل كثيرة من بعد الاعتراف بمغربية السحراء من طرف فرنسا أنا عرفوا تفاصيل مهمة جدا في هذا الخبر الأول أما في الخبر الموالي قد تحدثتوا على الزيارة ديال إيمانويل واكرون للمملكة المغربية أخيرا سفيرة المملكة المغربية في باريس كتعطي تاريخ محدد أما في الخبر الموالي هزيمة شنعاء في الحدود الجزائرية هزيمة عسكرية في الحدود الجزائرية كانت تكبدها مرتزقة الفاغنر والفيلق الإفريقي يستعد تفاصيل مهمة جدا في هذا الخبر هذا كذلك أخيرا بشختم الفيديو ديالنا سنزول الشأن الدولي على ما يبدو أن إيران ستعود المهزلة ديال 13 أبريل وهنا كانت تحدثو على البانتاغون البانتاغون الأمريكي لتوصل بتاريخ جديد اللي ستضرب فيه إيران إسرائيل وكي يقول هذا شيء هذا أمس قال خلال 72 ساعة يعني بقى 48 ساعة إيران وحلفاؤها سيهاجمون إسرائيل على نطاق واسح أن نعرفوا تفاصيل كذلك عن هذا الأمر هذا ونختم به الفيديو ديالنا دعونا على بركة الله متعيني الكرام أول خبر في هذه الحلقة على ما يبدو أن رسائل ديال المملكة المغربية وصلت وتحققات شنو كان كيقول المغرب المغرب كان كيقول المعاملة بالمثل وكان دائما الرسائل اللي كيبعتها الحلفاء دياله والشركاء دياله هو أن زمن الويصاية انتهى يعني بدنا واحد العهد الجديد هذا العهد الجديد كي تمثل في أن كيفما غادي تنور معاي داخل اتحاد الأوروبي وغادي تحول يعني تخلق لي مشاكل في العلاقة ديالي مع أوروبا غادي تخلق لي مشاكل مع إفريقيا وهذا الشي هذا اللي قراته فرنسا مزيان ومنين فهمت فرنسا أنها تطرد من إفريقيا وأن المغرب حاضر في إفريقيا بقوة فخلت عليها المناورات وخلت عليها كل شيء ورجعت للمملاكة المغربية هذا بك أن نظروا على الاعتراف الفرنسي بمغربية السحراء من بعد واحد الغموض واحد الجدل واحد الأزمة ديبلوماسية يعني غير مسبوقة ما بين المغرب وما بين فرنسا انتهت في إثر هذه الأزمة الديبلوماسية ما ديش نكروا أنه كانت مناورات داخل الاتحاد الأوروبي كانت مناورات كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي ومنها خرجت الاتفاقية ديال الصيد البحري اللي تم الإلغاء ديالها عدة أمور عالقة لحدود الساعة هذا الأمور هذي كيف ما كنت تخدم المصالح ديال المغرب كنت تخدم المصالح ديال البعض الدول الأوروبية وأولوها إسبانيا واش هاتشي هده غيرد العلاقات كيف ما كانت ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المغرب طبيعة الحال أول شيء يريد أن نعرفه البارح يعني شفنا واحد تصريح يعني حصري ديال منبتق من قلب الاتحاد الأوروبي على قضية الاعتراف بمغربية تسحرها أو للاعتراف المشترك الأوروبي بمغربية تسحرها هنا شنو درت فرنسا فرنسا فتحت واحد الباب كبير هذا الباب هذا الدول الأوروبية كانت مترددة وكانت كانت متعذر الموقف الفرنسي دول أوروبية كثيرة كانت مترددة وكانت متعذر الموقف الفرنسي الموقف الفرنسي فتح هذا الباب هذا أضيف إلى ذلك الموقف الإسباني إذن الاتحاد الأوروبي ككل كتشكله 27 دولة هذا 27 دولة إلى اعترفة كلها بمغربية تسحرها إذن نحن نتحدث عن اعتراف أوروبي مشترك بمغربية تسحرها فما محتاجش المغرب أن الاتحاد الأوروبي ككل يخرج في هذه اللحظة هذه باعتراف يعني أوروبي مشترك لماذا؟ لأن هناك دول ما زال تنضم لهذه المسيرة وهذه الاعتراف الفرنسي بمغربية تسحرها فتح الباب لهذه الدول فأكد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بموقفه الثابت بتنقذية تسحرها وذلك بعد إعلان فرنسا رسمياً اعترافها بالسيادة المغربية على الأقالي وشذات المتحدث باسم وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي كما نقلت تقارير إعلامية على أن الأمر المتروك لكل دولة عضو للرد وفقاً لمواقفها الخاصة ولكن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة لم يتغير فعلاً ما يمكنش يتغير الموقف ديال الاتحاد الأوروبي ككل وهناك دول ما زال منضماتش لهذه المنصارى هذا كونوا على يقين الإخوان 27 دولة الاتحاد الأوروبي نهار تعلن الاعتراف ديالها كلهم هالدول هذو مغربية السحراء فهنا الموقف الأوروبي غادي يكون مشترك كداعم أساسي لمغربية السحراء وهنا سؤال كيف قمت روح واش هذا الاعتراف ديال فرنسا بمغربية السحراء يعني غادي يحيي الآمال جديد اتفاق يتصيد بحري مبيل المغرب وبريكسل وستكون صفعة أخرى سيتلقوها أعداء الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية يشكل اعتراف فرنسا الرسمي بمغربية السحراء حدثا تاريخيا بالغ الأهمية حيث يفتح آفاق جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من الملفات من بينها ملف في اتفاق الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي وكانت هذه الاتفاق التي وقعت في العاصمة بريكسل مطلع سنة 2019 ودخلت حيث تنفيذ في يوليوز من نفس العام قد مكنت الأساطير الأوروبية من صيد كميات كبيرة من الأسماك ببحور المملكة وانتهى سريان البروتوكول الاتفاقية في يوليوز من السنة الماضية دون أن تنشط وسط أوروبا فهل من الممكن أن يحيي الاعتراف الفرنسي كدولة لها ثقل كبير داخل الاتحاد الأوروبي آمل تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الأساطين الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية المغربية بما في ذلك المياه التابعة للصحراء المغربية هنا سنرى خبير في العلاقات الدولية ومتخصص أن الدول الفرنسي في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي يمثل حول الترافع عن الموقف الذي اتخذته فرنسا أولا باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء ومحاولة إقناع بريكسيل بشرعية هذا الموقف وبقانونيته وأوضح ذات الخابير في حديث حصري أن التأثير المباشر لفرنسا سيتمثل في الدفاع عن موقفها الجديد داخل الاتحاد الأوروبي مشيرا أن ذلك يظهر من خلال الرسالة التي بعثها ماكرون إلى الملك محمد السادس الذي قال عبرها إن الموقف الفرنسي سيتبلور من خلال مبادرات الاستثمار جنوب طرفاية إلى ذلك أما على المستوى الدولي فسيتمثل في تحرك باريس قصد إقناع الاتحاد الأوروبي بتبني نفس الموقف الفرنسي من قدية سحراء وغالبا سيقع ذلك مشيرا إلى أن هناك قانون غير منطوق يجمع الدول الأوروبية فيما بينها مفاده أن السياسات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي مبنية على قواعد غير مكتوبة أبرزها التنصيق بين هذه الدول وإن كانت حرة في اتخاذ القرارات يعني تنصيق ما بين الدول الأوروبية غالبا ما يوصل لاتخاذ هذه القرارات وفش إذا نرى الموقف الدول القريبة من النزاع وهنا تحديدا إسبانيا وفرنسا بجوج هذه الدول تغيير الموقف إذن الذي كان بإمكانه يناور ضد المملكة المغربية وضد الوحدة الترابية المملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي ومجوج الدول إسبانيا وفرنسا بحكم القرب من الملف وحكم القرب وكذلك العلاقة التاريخية مع شمال إفريقيا وهما التي كانت عندهم القدرة أنهم يناوروا ضد المملكة المغربية وتحديدا هما كانوا يناوروا ضد المملكة المغربية انتهت المناورة الإسبانية سنة 2022 وسنتين من بعد المناورة الإسبانية جاءت النهاية المناورة الفرنسية كانت بقات فرنسا بحديتها التي تناور ضد المغرب داخل الاتحاد الأوروبي وهنا كما قلت لكم ذاك النقطة المهمة جدا اللي وصلت لها المملكة المغربية وذاك الرسالة المهمة اللي وصلت لها المملكة المغربية اللي كانت كتبعتها سابقا وهي تعامل بالمثل بغيتي تدخل لإفريقيا ترقبها بالمغرب كذلك نورتي معاي في أوروبا سي نور معك في إفريقيا انتهى الأمر المعاملة بالمثل والرسالة قرأت فرنسا فهمت على أن أي مناورة مع المغرب داخل الاتحاد الأوروبي قد تكلفها تمن في إفريقيا وهذا هو هذه اتمار دي العودة للإتحاد الإفريقي دي المملكة المغربية والعودة للعمق الإفريقي كانت الجزائر هي العائق بطبيعة الحال اللي خلات فرنسا تمشي في العبس دي لها في إفريقيا وكانت عائق بالنسبة للمملكة المغربية لكن انتهى الأمر المغرب في العمق الإفريقي دي لها كما فرنسا في العمق الأوروبي دي لها نورات فرنسا مع المغرب في أوروبا تلقى مناورات في إفريقيا إذن بهذه الطريقة هذه ما بقاش قدام فرنسا غير الالتزام وكان ظن أن العابة والمناورات الخبيثة اللي كانت للمملكة المغربية على المستوى الأوروبي ستنتهي تماما مكنش من غير فرنسا اللي كانت تنور إسبانيا وخدات الموقف الجديد وانتهت المناورة دي لها قاد فرنسا اللي كانت تنور بحكم القرب دي لها من هذا الملف هذا ومن شمال إفريقيا كذلك والعلاقة التاريخية مع شمال إفريقيا أما الدول الأخرى مثلا في الاتحاد الأوروبي دول بعيدة عن الملف كتقلب على المصالح دي لها ما بغياش مشاكل مع المغرب مثال ألمانيا بلجيكا هولندا دول اللي ما بغاتش مشاكل مع المغرب بغات علاقات جيدة مع المغرب عارفة الدور المهم في اللي كتشكله المملكة المغربية بنسبة الاتحاد الأوروبي على مستوى الهجرة والأمن عارفة مزيان وأصلا هذه الدول ما كانتش بغى التوتر لحاصل ما بين فرنسا وما بين المغرب وحتى الاتحاد الأوروبي ككل رحب بهذه العلاقة الجيدة ما بين فرنسا وما بين المغرب لأنها تخدم المصالح دي الأوروبا بواحد الشكل واضح جدا فهنا طبيعا الحال إخوان وندوز لخبر الموالي وندوز نشوف زيارة المعلقة وهاد زيارة إيمانويل مكرون كذلك زيارة مهمة لعقلته من بعد الاعتراف الإسباني مغربية سحراء مبدأ وكي يبانو يعني التمار ديال 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 الاعتراف والعلاقة الجيدة اللي رجعت حتى كانت الزيارة ديال بيدرو سانتيز ومن بعد بدأت لها فرنسا لها إسبانيا للمغرب كي يجني تمار ديال العلاقات الجيدة وعودة العلاقات ما بين الدولتين فهنا الزيارة إيمانويل مكرون التي كانت معلقة يعني سنوات هذه مرات الانتخابات وش حل من الأمر وما كانت الزيارة وما جاش إيمانويل مكرون فهنا سفيرة المغرب بباريس كتقول أن مكرون سيزور المغرب رسميا نهاية شتنبر أو بداية أكتوبر يعني ماكرون إلى المغرب من المقرر أن تكون في نهاية شتنبر أو بداية أكتوبر وأشارت في تصريحات إعلامية إلى أن الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي تحدثا مرارا عن هذه الزيارة المرتقبة والتي من المتوقع أن تكون محورا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين كما قلت لكم تيمار ما غيرت بتكتبان حتى تمر هذه الزيارة والتي ستكون فيها قرارات واتخذ فيها قرارات مهمة جدا وبالغة الأهمية وهي من المتوقع أن تكون محورا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ما بين المغرب وفرنسا وأعلن الملك محمد السادس عن ترحيبه الرسمي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانو الماكرون إلى المغرب وذلك بعد اعتراف فرنسا رسميا بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية وجاء ذلك في رسالة بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي مؤكدا فيها على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين طبيعة الحمش كانوا ضرع التعاون والشراكة بين البلدين خصنا فهموا أن فرنسا اقتنعت فرنسا اللي جاء المغرب المغرب يمشى الفرنسا إذن فرنسا اقتنعت بمنطق رابح رابح لوضعها المملكة المغربية المغرب الموقف قوي جدا ومعمر يتراجع على كلمة وحدة قالها وهذا القضية تشبت المملكة المغربية بالقرارات وعدم الرضوخ يعطيها يعزز الموقف ديالها دول قوية مثل فرنسا مثل إسبانيا عدة الدول يعني ألمانيا كذلك تعود للمملكة المغربية تراهن على عودة السفراء ديال المغرب يسحب المغرب السفير دياله وكي يرجع السفير بلا أهداف أو تحقيق أهداف لا يتحقق الهدف اللي كان المغرب وضعه كذلك تشبت في الأزمة دياله مع فرنسا تشبت المغرب بالكلمة دياله وقال أنه لا عودة للعلاقات حتى تأخذ فرنسا هذا الموقف هذا ولا علاقات تجارية لاتشي حاجة ففرنسا شفت نفسها كتكبت خسائر حقيقية يعني في المنطقة بسبب سوء العلاقات ديالها مع المغرب وهذا القضية ديالتشبت بالقرار ديالك ومكينش زدواجية في المواقف طبيعة الحال كتعطي واحد القيمة كبيرة للمملكة المغربية بطبيعة الحال ومن المرتقب أن تأتي هذه الزيارة الرسمية في سياق الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوب يعني ما كانت تكون هذه الزيارة لو لا الاعتراف الفرنسي بمغربية السحراء لما تحققت هذه الزيارة التي كان يطمح لها إيمانويل ماكروون اللي غدت تخاتم مراهق عدة قرارات مهمة جداً بالنسبة للمغرب وفرنسا في إطار الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي الذي طرحها المغرب كحل دائم للنزاع في السحراء وتعد هذه الزيارة الرسمية التي يعتزم ماكروون القيام بها خطوة هامة فيما صار تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية واقتصادية وهذه النقطة هذه كذلك مهمة جداً وهي التطورات التي تشهدها المنطقة سواء على المستوى السياسي أو لا على المستوى الاقتصادي فهنا شوفوا معي كيف مشات الأمور من الأول الرغبة تأي مانويل ماكرون الزيارة دي المملكة المغربية كانت مليحة لكن قُبلت بالرفض تماماً وما كانت زيارة رسمية للمغرب نهائياً يحظى بها إمارويل ماكرون حتى كان الاعتراف بمغربية السحراء بطبيعة الحال يعني المغرب يتشبث بمواقفه وهذه نقطة مهمة جداً فيها رسائل للدول أخرى في المنطقة دينا أو حتى بعيد على المنطقة دينا فيها رسائل تقول لأن المغرب رغم لا تراجع في القرار وأنه ماضي قدوم وأن ملف الصحراء المغربية خط أحمر يعني الرسالة اللي بعتبيها الملك محمد السادس نصر الله سابقاً في خطابه اللي قال فيها أن يعني ملف الصحراء المغربية والنظارة اللي كيشوف بها المغرب صدق الشراكات دياله مع الدول راه ماشي عبته وأن أي كلمة قالها الملك محمد السادس إلا وهي خصة تطبق بحذافرها والمغرب ما غاديش يتراجع عليها هنا بدأت الأمور كتوضح مزيان وبدأوا كيف يفهموه حتى القوار العظمى اللي كتتعامل مع المملاكة المغربية بدأوا كيف يفهموه توجه المغربي مزيان وهذا هو اللي بغينا بغينا غير يفهمونا ويفهمو التوجه ديالنا راه ما كينش تراجع على الوحدة الترابية ديال المغرب وما كينش خطوة للوراء نهائيا كين غير للأمام بالأمم المتحدة باش مما بغيتو بغيتو بالسلم باش مما بغيتو وبطبيعة الحال المغرب هو بلد السلم وبلد الأمن والأمان وما غاديش يمشي بالمنطقة لما لا يحمد عقبه ما عذا إلى تعنت الطرف الآخر هو الطرف الجزائري وفاش كان هنطلع للتعنت ديال الطرف الجزائري راح بزاف ديال تحذيرات تلقاتها الجزائر لأن القوى العظمى تجمع لأن هذه المنطقة مهمة جدا ومخصوهاش يكون فيها عدم الاستقرار عدم الاستقرار في هذه المنطقة هذه يعني حرب عالمية ثالثة يعني نهاية العالم اللي راح نك نعيش فيه ذلك فبطبيعة الحال الجزائر تلقات التحذيرات ما يكفي وآخر التحذير هو الزيارة ديال سبحان الله العظيم يلا راح توفي ما يكونش اعتراف جديد مهم بالنسبة للمغرب كاللقوا أمريكا كالتحرك وشوفوا غير القائد ديال أفريكم اللي زار الجزائر قبل الاعتراف الفرنسي بمغربية السحراء وحذر يعني كبرانات الجزائر يعني الاعتراف الفرنسي فيه تنسيق على المستوى الدولي داخله فيه الولايات المتحدة الأمريكية وداخله فيه الشركاء ديال المملكة المغربية وكين حذر حذر قوي من طرف القوى العظمى على أي يعني تهور تقدر تقوم به الجزائر ولا يقدر يقوم به أي طرف فهذا المنطقة هذه لأن هناك حذر حذر وهناك تحذيرات للجزائر من تهورات لأنه كما كانت تحذيرات كانت تهور الجزائر علشي أنه ما كينش واحد واحد يعني القائد اللي حكم ذك البلاد هديك ولا يخدم بالدماغ وبالرزانة فمن المحتمل أنهم يتهوروا في أي لحظة والتهور ذابا سيكلف الكابرانات الكثير ليس سيكلف الكابرانات الكثير غير أنهي التواجد ديال الكابرانات تماما وندوزل لخبر الموالي متابعنا الكرام ونحن بمأننا نتحدث عن التوتر فطبيعة الحل المنطقة قد تشهد توتف وما قد ننكره هذا الشيء هذا ولكن هالتوتر هذا هو في الحدود الجزائرية من المنطقة ديال الجنوب الجزائري كان ندرو على حدود ما بين الجزائر ومالي فالفاغنر تكبتات خسائر حقيقية ميليشيات الفاغنر تكبتات خسائر حقيقية وروسيا بدتك تفكر في التخلي على ميليشيات الفاغنر السنة الماضية ودهك الحدث اللي وقع ما عرفنا شوش مصنوع ولا إن التشي حاجة منظمونا في هاد العالم اللي كنعيشو فيه حاليا كل شيء قدر يكون تمثيل اللحظة اللي قال كان تمرض ذيل الفاغنر على روسيا ويعني وما وقع مع يعني قائد الفاغنر اللي في إليكوبتير اللي يعاون طبيعة الحال كي يبين على أن هناك ضعف في هذا يعني المؤسسة العسكرية الخاصة ولا الشركة العسكرية الخاصة فهنا على ما يبدو أن روسيا تريد استبدال الفاغنر وماذا بغت تبدل الفاغنر الفيلق الإفريقي الفيلق الإفريقي كنظن أن الإخوان منكم اللي سمع بهذا الاسم ديال الفيلق الإفريقي لأن روسيا في إفريقيا عندها مصالح وما يمكن لك تحكم العالم ولا تحول تنافس على الأقل بشتحكم العالم وانت عارف تراوات كين في إفريقيا وما جيش تقرب من إفريقيا ضروري تقرب من إفريقيا فتعرضت شركة الفاغنر الروسية لهزيمة كبيرة على يد الحركات الأزواذية في مالي وهذا بعد سلسلة انتصارات ممكنت القوات الحكومية مستعادة السيطرة على أجزاء كبيرة في شمال البلاد وقد يدفع هذا الإخفاق موسكو إلى التفكير في نشر قواتها المنشأة حديثا هذه قوات منشأة حديثا باسم ديلها الفيلق الإفريقي لإنقاذ المكاسب التي حققتها مالي وتزيد يعني تقدم الأمام باش تحقق انتصارات أخرى فاعترفت الفاغنر أن المقاتلين ديلها والجنود الماليين تكبتوا خسائر خلال قتال شريس مع متمردي الطوارق في بلدة تنزواتن قرب الحدود مع الجزائر بعدما حاولوا التقدم للسيطرة عليها وقالت الشركة الروسية في بيان على تطبيق تيليغران أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليوز وأن مقاتلها بالقرب من تنزواتن كانوا بقيادة سيرغي شيفتينكو الذي يحمل الاسم الحركي بوند وفي اليوم الأول قدس مجموعة بوند على أغلب الإسلاميين وجعلت البقية يهربون مضيفة لكن عاصفة رملية أتاحت لمتطرفين إعادة تنظيم أنفسهم وزيادة أعدادهم إلى ألف شخص وفقا لرويترز المحلل الاستراتيجي الإيطالي دانييل روفينيتي يرى أن ما حدث في مالي من أضرار جانبية تقدرها موسكو باعتبارها محتملة والكريملين لديه المهارات اللازمة للتهوين مما حدث وأضاف روفينيتي أن الفيلق الإفريقي تواجد بشكل عمليات في أفريقيا ويتعامل مع ميلفد والساحل والصحراء ويحل تدريجيا مكان الفاغنر ويقع معه موقع السنة الماضية ويعتقد المحلل الإيطالي أن ما حدث في مالي لن يضعف الدور الروسي بل يمكن لموسكو أن تطلب من باماكو المزيد من الامتيازات فروسيا تبني اختراقا لأفريقيا من خلال إقناع نفسها بأنها أكثر فعالية وكفاءة من الانتشار الغربي الذي طردته السلطات المحلية بدوره يقول الخبير في شؤون غرب أفريقيا تشارز أسيجبو أن بقاء قوات فاغنر في مالي أو الدول الأخرى التي تنتشر فيها أصبح محل شك بعد الهزيمة التي تعرضت لها على الحدود الجزائرية لدى متمردي أزواد قليلية تسليح مقارنة بها والجيش المالي وربما يفتح هذا الباب أمام تولي الجيش الروسي زمام الأمر مباشرة عبر الفيلق الإفريقي أسيجبو يضيف أن دخول الفيلق على الخط سيجعل الجيش الروسي مرخريطا بشكل مباشر في الصراعات في القارة يعني إذا دخلت الفيلق الإفريقي فالروسي يدخلت الحرب في القارة الإفريقية وربما هذا الأمر يصب في مصلحة الحكومات الانتقالية التي تستعين بفاغنر لأن الفيلق سيستعين بقدرات الجيش الروسي سواء القدرات التكتيكية أو الاستخباراتية وسيكون أكثر فائدة من الشركة لأن هذه في الورف الخر تستعين بها هذه الدول من أجل مقابل مادة فقط أما إذا دخل الفيلق الإفريقي فهناك ستكون مساعدة روسية بكل ما تحمل كلمة وغير يكون فيها أسلحة وخبرات الجيش الروسي وغير فيها أمور كثيرة فهذا الحدث اللي وقع والخسائر اللي تكبتتها الفاغنر في الحدود طبعا الحال ما بين مالي والجزائر تقدر تغير من المشهد تماما وتقدر نشوفه يعني توسع دي المواجهة العسكرية ودخول روسيا على الخط وندوز الخبر الأخير مجابين كيران ونغل نمشي لما هو دولي البنتاغون كيقول يعني البنتاغون على إسرائيل يعني وإما المهزلة دي 13 أبريل اللي دارتها إيران غذي تعودها وهنا كيفاش توقع البنتاغون لو لم يكن هناك تنصيق مسبق وإشعار إيراني لأمريكا أنها ستقوم بهجوم وتقدر تكون عطاة الوقت والتفاصيل وكل شي فقط شتقوم بهذا الهجوم هذا غير هذا المرة الهجوم سيكون مغير علش إن دخل فيه ميليشيات حزب الله والحوتي على ما أظن ذكرت شبكة نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران وحلفاؤها سيشنون هجوما واسع النطاق على إسرائيل خلال 72 ساعة المقبلة وقال مسؤولون أمريكيون كبار لذات الوكالة إنهم يتوقعون أن يكون الهجوم الإيراني المرتقب مشابها جدا للهجوم الإيراني في 13 أبريل الماضي يعني ذك المازال ولكن على نطاق أوسع لأنه من المرجح أن يشمل أيضا تدخل حزب الله الذي لم يشارك في الهجوم السابق وبدأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تنفي يوم الأربعاء الماضي مؤشرات واضحة على أن إيران سترد حسب ما قاله مسؤول أمريكي وقال إثنان من كبار المسؤولين في البنتاغون إن الأمر قد يستغرق من الإيرانيين وحلفائهم عدة أيام للتنصيق والتحضير لهجوم إسرائيلي مضيفا أن البنتاغون والقيادة المركزية للجيش الأمريكي يتخذان استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذوها قبل الهجوم الإيراني في أبريل الماضي وكانت قد عقدت إيران اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن القومي عقب اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران متهمة إسرائيل بالاغتيال ومتوعدة برد قاسي وتزامن ذلك مع اغتيال قياد حزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية قبل ساعات من اغتيال هنية يعني الأمر واضح هناك رد تستعد له إيران من أجل يعني إنقاذ ماء الوجه إذا صح القول أمام هذه الميليشيات التي هي تسلح فيهم وكتكونهم اختراق دي الإيران كان يعني فضيحة مدوية أن هنية يتم الغتيال دياله في قلب إيران فيها رسائل كثيرة من إسرائيل لهذه الميليشيات التابعة لإيران أن إيران ما ديش تحميكم وفي قلب إيران يتم اغتيال هنية بقنبلة يعني تزرعات شهرين قبل على ما قالوا في الغرفة اللي غدي يكون فيها يعني اللي غدي يكون فيها إسماعيل هنية كتبين على أن إيران مخترقة أو لكتبين أن إسرائيل قوية استخباراتيا وبكل ما تحمل الكلمة من معنى وهذه فضيحة من الفضائح اللي تكبتتها إيران كتحاول تنقدم ماء الوجه وهذه تدير إلى كنت تنقدم ماء الوجه ديالها فضيحة أخرى بحضة كشي اللي ترى في 13 أبريل أنا كنظن من الأحسن تحبس وما تزيدش تدير المهزلة بالعكس ذاك الأمر اللي وقع 13 أبريل زاد بي إسرائيل أقوى بكثير مما يصور العالم وهنا صراحة هادشي هذا كنشوفوا أن إيران كتخدم المصالح ديالإسرائيل ماشي كتدمر إسرائيل بالعكس كتزيد تقوية إسرائيل وكتزيد تخلع العرب من إسرائيل أكتر بكثير فهادشي اللي كتدير إيران هو العبت بأم عينه ما فهمناش واشه هناك علاقة وتنصيق ما بين الإيرانيين والإسرائيليين الله أعلم إلا كان يعني ميليشيات الحوتي وكبتت إسرائيل خسائر حقيقيا إيران ما قدراش تكبدأ إسرائيل خسارات كيفاش هذا ميليشيات الحوتي اللي أصلا كونتها إيران قدرات تضر وضرب إسرائيل في حين إيران اللي ضربات 400 ساروخ ولا 200 ساروخ و200 مصيارة تلقاتهم يعني على إسرائيل توحدة فيهم كبتة الخسائر اللي يمكن لها تكبدها بالعكس النهار الثاني خارجي الإسرائيليين كيصوروا في ذلك السواريخ اللي تم تدمير ديالها يعني قبل ما تطيح وكيصوروا فيها وكيقول شوف شوف إيران يعني ما قدراش تقيسنا وما قدراش تقرب لنا فهذا الشي هذا كما قلنا كيخدم المصالح إذا شفناها مزيان وتعمقنا فيها كيخدم المصالح ديالإسرائيل وكيبينها أقوى بكتير وكيزيد يعني الدول العربية اللي دايرة بإسرائيل كيزيد يردع هم كيبين أن إسرائيل قوى وهنا هادشي من هنا كان نشوف الصمس ديال مصر في اللحظة اللي بدأت إسرائيل كتزحف نحوها رفاح وهادش هذا كامل علاش لأنهم كيشوفوا إيران اللي كتعتبر ذولة قوية واللي غادي ترد على إسرائيل ما قادراش ترد وقال سان مكتوفة الأيدي لو أكتر من ذلك مخترقة ومن بعد ذلك السواريخ اللي نزلت على 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 إسرائيل شفنا يعني الرئيس الإيراني هو وزير خارجية تفجروا في مرواحية وما عرفناش شكل يدار ذلك شي هذاك وهنا إيران كتخدم صراحة نشوفوا أن إيران كتخدم المصلحة لإسرائيل كتر من أي جهة تحياتي لكم الإخوان كتشكركم على حسن المتابعة على تيمام ديركم على الدعم ديركم المتواصل لقناتنا جمعة مباركة للجميع نشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم